إني جلست مع أناسي شككوني في الدر السنية ثم نقلوا لكلماً منها ما أدري أين هو والسؤال ما رأي فضلتكم فيها أنت المخطي ليش تجلس مع هؤلاء لا تجلس مع هؤلاء اجلس معها للعلم وأهل الفضل أما هؤلاء المتعالمون أو المغرضون فلا تجلس معهم ابتعد عنهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الجليس له تأثير على جليسه والجليس الصالح كبائع المسك والجليس السيء كنافخ الكير فاختر الجلس الصالحين وابتعد عن هؤلاء الدر السنية خير كلها ولله الحمد ودعوة ودفاع عن العطيدة الصحيحة وهي مبنية على الكتاب والسنة وإجماع الأمة وعقيدة السلف الصالح خلاصة طيبة رد على أهل الباطل كشف للشبهات فيها علم غزير لكن هؤلاء لا يقدرون العلم حق قدره أو أنهم أصحاب أفكار وهذه الدرر ترد على أفكارهم نعم